قالت منظمة أكسفام إن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في غزة وجددت دعوتها للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات إلى قطاع غزة وأضافت أنه بناء على تحليل بينات من الأمم المتحدة فإن 2% فقط من المواد الغذائية التي كانت تصل إلى قطاع غزة تم إدخالها منذ فرض الحصار الشامل في 9 أكتوبر وأشرت إلى أنه رغم السماح لـ 62 شاحنة محملة بالمساعدات بالدخول إلى جنوب غزة عبر معبر رفاح نهاية الأسبوع إلا أن 30 شاحنة فقط كانت تحوي على مواد غذائية ولفتت إلى أنه قبل العدوان كانت 104 شاحنات تقوم يومياً بتوصيل المواد الغذائية إلى القطاع المحاصر بمعدل شاحنة واحدة كل 14 دقيقة بينما نتحدث الآن عن دخول شاحنة واحدة فقط كل 3 ساعات و 12 دقيقة منذ يوم السبت الماضي